الفنين العراقي محمد الترك كما تواجهت من ايامي كتير قليلة بالابنان وهذا الامر خلينا ناخد كاميراتنا ونتوجه لعند محمد حتى نشوف شو عم بحضرنا العمل من كلمات شعر سيف الفارس والحان محمود الغياث وتوزيع أحمد المهندس وميكس طيف عادل واخراج وايتميوزيك ونتاجهم يعني اسمها مرسيو كلك ذاق ومن بعد ما سمعنا عنوان الأغنية قلنا له لمحمد من الظاهر أنه في بعض المشاغبات فبرأيكم هل أصبنا الأمر؟ فيها مشاغبة كتير وسبيد وحركات على المسرح وشو وحبينا نسترسل أكثر بحديثنا مع محمد فقلنا له هل من وجهة نظره هيك نوع من الأغاني صار الأكثر طلباً على الساحة الفنية؟ أكيد طبعاً الأغاني شبابية مطلوبة بس ضرورة تكون أغاني مهذبة يعني انتقاء الكلام انتقاء اللحن تعرفين أنت اليوم يسمعوني السوشال ميديا دا توديك لكل مكان دا تواجهك لكل مكان فعدنا أطفال يسمعوني عدنا شباب يسمعوني ويتأثرون بينا لازم نكون دقيقين باختيار الكلام حتى لو كانوا مشاكس بس يعني بحدود مما أنه لاحظنا أنه محمد دا مهتم بانتشار الأعمال عبر السوشال ميديا حبينا نستفزوه فقلنا له من الملاحظ أنه الأعمال يلي عم تنتشر أكثر فيها كلمات بذيئة أو حتى حشيش أو أغاني المهرجانات وهوض الأمور برأيكم كيف كانت رتد فعله؟ ممكن أقدم الميوزيك بس ككلام لا مستحيل يعني بس إحنا همين عندنا أغاني قلبة الوطن العربي بيها كلام مهذب حتى إلي على الصعيد الشخصي بيها كلام مهذب وبيها لحم مهذب أكيد للحان المصري جنن بس أنا هاي المفردات أنا ضدها لأنه أكون جلدي يسمعنا ودي يتأثر بينا ما أحب يعني توصل لهذا الكلام يعني وتوقفنا مع محمد عند روح الفقهية على السوشال ميديا أي الحمد لله يعني أنا أحب أن أعيش دائما طبيعتي مثل ما داحت شوية شاسة مثل ما أتصرف في العالم بس شوية يعني أحب أن أمزح مع أصدقائي بما أنه معوادين على محمد بنهفيته والمقالب يلي بيسويها بأصدقائه هم بيخبرنا هيد المرة على أحد المقالب يلي سويها معه صديقه برأيكم شو قال؟ يعني أول ما بلجت كان عندي أول كليب إلي من 8 سنوات كان ببيروت أنا بيروت أتفعل بيها دائما فرجعنا من التصوير ما نعرض للكليب بعده ما معروض يعني طلعتنا من التصوير قال لي أنت صارت نجم قلت له نجم قال لي نجم خلاص أنسى الموضوع عدت نجم وأول شغلة لازم تسويها أي فنان تشوفه قدامك ما تسلم عليه قلت له ما أقول قال لي واذا نجم طلعت فلقوني نجوم وقابلي سابقيني وقالبين الدنيا بالوطن العربي فأهلين محمد مبروك على التصوير لتنون شكراً مرسي طعال هون شو يعني أجد سويتي حفيتم وطلعت ثاني يوم هم كان بالمطعم فناني موجودين فانشت لابس قميص طويل يعني القميص بس ردن كامل فهو هذر فيه اللي قال لي أنه تسرلت نجم مسك القميص من وراء بدي سلم على الفنان أيدي ما عم تطلع فظليت هيك فايت بالحياة طلت له هكي مرسي شكراً فثاني يوم ما حد تسلم عليه بيوم اثنين لحدنا مزعليني بما أنه محمد خبرنا أنه في نوجو مزعلوا منه من وراء هيدا التصرف فأكيد من البديهي نسأله من أصدك لا ما رقب العيد وقصر محمد أنه ما يخبرنا فقلنا له هل هن عراقيين ومعروفين بالدول العربية فهيك نرده يطعي نجوم كبار طبعاً بما أنه محمد أصر ما يخبرنا فقلنا له تب تطلع على الكاميرا ووجهه لهم رسالة أنه جامزي حكيت لا بس ما تلاقي يعني ما صارت فرصة أنه نلتقي وحبينا نستفزه شوي لمحمد فقلنا له هلأ رح يقول لكثير أشخاص أنه أنت عندك نوع من الغرور وإلا ما كانت بادرت بهذا التصرف برأيكم شو كنت ردت فعله لا 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 أبداً بالعكس يوم اللي صار الموضوع جد والحمد لله رب العالمين وفقنا صرنا أكثر الناس تواضحاً وبختم حديثنا معه أكيد محمد وجه رسالة لمتابعي برنامج بيروت كل عام أنت بخير جمهورنا بالعراق والوطن العربي يا ربي تكونوا كلكم بخير وأهلكم بخير ورب يرفع هذا الوباء عن العراق وعن الأمة الإسلامية أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة